لعل البعض يقول من العامة يقول أنا كيف أعلم مذهب أهل البطلان من مذهب أهل الحق أنا والله ما عندي مقاييس النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام فلذلك أعطاه أعطى للعامة علامة عامة يمكنه فيها أن يميز أهل الحق من أهل الباطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم والآن السواد الأعظم بين المسلمين من هم أهل السنة والجماعة كل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة هم أقليات يعني أي بذهب معتسل شيعا ممكن أن يصلوا إلى خمسين مليون مئتين مليون مئتين مليون وبعد ذلك أما أهل السنة والجماعة أنتم تذهبون يا أيها الإخوة إلى العمرة وإلى الحج وتنظرون وتجاهدون بأن أكثر هؤلاء هيئاتهم